من ناحية أخرى شهد الفريق سمو الشيخ سيب بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم في مقار الوزارة متوقع مذكرة بين وزارة الداخلية ومركز الأحصابي أبو ظبي بشأن التعاون الأحصائي وتبادل البيانات الأحصائية وقع المذكرة الفريق سيب عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وبطي أحمل كباسي مدير عام مركز الأحصاب لتهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجال العمل الأحصائي بصورة منهجية تحقق التكامل في الجهود الأحصائية على مستوى الإمارة